أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية اطلع الرئيس السيسي على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها مع الأغذي في الأتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بانتج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما توربينات الرياح والألواح الشمسية وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر امدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر وقد استعرد وزير الكهرباء للمشروعات القومية في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة ومستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص حيث وجه الرئيس السيسي باستمرار تعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل وصلت تنصقية تشباب الأحزاب والسياسيين سلسلة لقاءة للحوار الوطني حيث التقى وفد التنصقية نائب رئيس جامعة الأقصر حمدي محمد بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وتحدث وفد التنصقية عن أهمية التواصل المستمر مع الشباب في بناء الجمهورية الجديدة وإتحت فرص ومساحة كبيرة للشباب لتقديم آرائهم وأفكارهم مؤكدين أن الحوار الوطني ناقش جميع المحاور والملفات وأن قضية تغير المناخ من الملفات ذات الأهمية أعلن رئيس الحكومة اللبنانية ناجيب مقاتي أن الحكومة ستتابع قيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور واعتبر مقاتي أن مرسوم استقالة الحكومة يفتقر إلى أي قيمة دستورية وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد وقع مرسوما بقبول استقالة حكومة ناجيب مقاتي ويعد القرار خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان حيث تقتضي الأعراف الدستورية أن يتم توقيع مرسوم استقالة الحكومة مع مرسوم تكليف الحكومة الجديدة لتفادي الفراغ الحكومي التام أعلن مركز التنصيق المشترك أن الوفد الروسي المشارك في عمليات التفتيش التي تجرى في إسطنبول للسفن المحملة بالحبوب الأوكرانية سينسح بالأجل غير مسمى وكانت روسيا قد أعلنت تعليق تقيدها بالاتفاقي بسبب هجوم مكثف بطائرات مصيرة استهدف سفن عسكرية ومدنية تابعة لأسطولها في البحر الأسود المتمركز في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم أعلن رئيس البرازيلية المنتخب لولا دا سيلفا في خطاب النصر أن بلاده تحتاج إلى السلام والوحدة وشدد دا سيلفا على أنه ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقصمة في حالة حرب دائمة مشيرا إلى أن البرازيل عادت وأنها مستعدة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ وكان لولا دا سيلفا قد انتخب رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على منافسه الرئيس المنتهي ولايته جايير بورسونارو بالنسبة خمسين فاصل ثلاثة وثمانين من مئة في المئة مقابل تسعو أربعين فاصل سبعة عشر من مئة في المئة وفقا للنتائج الرسمية ورياضيا تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى المرحلة الثالثة والنهائية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت ثلاثة وعشرين عاما وبعد فوزه على منتخب إسواتيني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الأسكندرية وذلك في إياب المرحلة الثانية من التصفيات سجل هدف منتخب مصر الأولمبي واللقاء الوحيد أسامة فيصل في الدقيقة السبعين ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظير والذنبي في المرحلة النهائية للتصفيات وذلك بعد تأهل زنبيا لنفس الدور عاقب الفوز على سيرليون ختم ومجزء الثامنة فاصل وعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر